نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتة الجديدة واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل العملية التحلية والمعالجة للمياه والتي تتم وفقا لأحدث الأسليب المتطورة في ذلك المجال كما تفقد الوفد عددا من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعددا من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه وأعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم لقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة للطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطات تحلية ومعالجة المياه بما يصم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة